يجب أن يتعامل مع طفل في هالعمر أول حتى أكبر إذا بتيجي الأم اللي عندها ورد في عمر 15 وينها الأكبر منه؟ وينها الأظهر منه؟ وينها الأبد اللي مش عافه وينها؟ وين كان قصة؟ حتى والملاحظ كمان أنه عنده وكمان هذول الطلاب اليافعي أنه مثلا عندهم قدرة على التعاون مع التقليات مرئبة إذا صارت لي عندها وقت التواصل اجتماعي وخصوصي مثل ما صار مع المحاكة هذه يعني صارت لي شخص ثاني كافة برعاية المركز الثقافي المجتمعي في مدينة إنخل ألقت المحاضرة أمل السلامات محاضرة بعنوان مواقع التواصل الاجتماعي أثارها السلبية والإيجابية على المجتمع وقد تطرقت المحاضرة إلى عدة موضوعات هامة منها الأسباب التي تؤدي إلى فشل هذه المواقع أو فشل استعمال هذه المواقع في منطقتنا وكيفية الوقاية من أخطارها وكيفية التعامل معها وعرضت المحاضرة للنقاش وكان في تفاعل كبير بين المحاضرة والمشاركين أو المدعوين والحمد لله تمت المحاضرة بمجتمع ما هي السياسة الموجودة عندنا؟ أي خطأ، أي خطأ، تضرم إذاً ما في عندنا أساس التربية من الأساس عن النبي من الأشي بيهمنا لأطفالنا أو لطلاب اليافعين تبعوتنا لاحظ مجموعة سلبيات على اليافعين كان من أهمها الإرهاق وضع البصل خضاع نسي اليوم حضرنا محاضرة للأنسة أمل السلامات عن مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها الإيجابي والسلبي طبعاً كان فيه مشاركة من الحضور والفائدة كانت كبيرة تحدثت المحاضرة فيها عن الأثر خاصة على اليافعين وسبل التعامل مع اليافعين وكيفية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً للميافعين ترجمة نانسي قنقر